اشتركوا في القناة فاتفجأت بقوله من حضرتك قال أنا أبو الأسير فلان فلاني طيب قال أنت أنقذت ابني من الموت طيب كيف فقال أنه ابنه كان بالسمع بالبرنامج وكان يعاني من مشكلة في الأذن وتم تشخيصه سرطان تمام وهو طبعا من مخدين مؤبدات يعني ما شاء الله من المناظرين الكبار فسمع كيف أنه ممكن يعالج المشكلة هاي من خلال السجن طبعا فعمل الوصفة بعد أسبوع كان له مراجعة عند الطبيب الإسرائيلي طبعا في السجن تفاجأ أنه تم شفاءه بشكل كامل فالآن صار أنه اليهودهم يعرفوا شو هو استخدم ومين حد حرب له إشي وطبعا انحبس بشكل انفرادي فمن أول ما طلع من العزل تصل على أبوه بطريقة ما قال له الآن اطلع على دكتور محمود الشيخ آله وخد له أشكره ووالآخرية فصراحة لكن هذا من أكثر المواقف الأثرة فيه أنه كيف معلومة عبر الهوى عبر الإزاعة قدرة أن تصل يعني مشكلة الإنسان وبأمسل حاجة إليه ترجمة نانسي قنقر شكراً لك